اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول رئيس مجلس الوزراء على الاهمية الاستراتيجية للعلاقات البحرينية البريطانية والتي اسست لاطور راسخة من التعاون والتنسيق المشترك بما يجسد عمق الروابط التي جمعت البلدين الصديقين عبر اكثر من قرني جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الاقضيبية اليوم بحضور معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني مع سعادة السيد الاستر بيرت وزير الدولة لشؤون الشرق الاوسط بالمملكة المتحدة حيث رحب سموه بزيارة السيد بيرت لمملكة البحرين وما تعكسه من حرص بتبادل الزيارات على كفة المستويات لما لها من اهمية في تأكيد عورى التعاون البحريني البريطاني واشاد سموه بدور المملكة البتحدة البارز في الحفاظ على الامن والاستقرار في المنطقة ودعمها لقضايا الامن والسلام والاستقرار وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال وخلال اللقاء استعرض سموه مع سعادة السيد الاستر بيرت عددا من الموضوعات الرهنة على السحتين الاقليمية والدولية والقضايا موضع اهتمام البلدين الصديقين ترجمة نانسي قنقر